هناك ظاهر وباطن لتفسير القرآن يعني ليس بهذا المعنى أيها الأحبة هذا المعنى تتبعه بعض الفرق التي يعني هناك فرق في يعني شذت عن الطريق الصحيح في الإسلام عبر التاريخ فطبعاً ليدعم مذهبه جاء بتفاسير قال هذه تفاسير باطن وإلا هو لا يوجد باطن والظاهر هناك معنى واضح للقرآن هناك معنى أعمق ولكنه إذا توضح لك لم يصبح باطناً يعني والقرآن عربي أيها الأحبة يعني مثلاً أنا قرأت ذات مرة يقولون عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم هو الإمام علي كرم الله وجهه وهذا يعني هنا شذوذ عن نص القرآن واللغة العربية يعني الذي فيه مختلفون طيب هذه الآية نزلت في مكة يعني قبل أن الإمام علي كرم الله وجهه كان عمره كان طفلاً عندما هاجر النبي كان شاب صغير يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فهل كانوا مختلفين في الإمام علي في مكة مثلاً الآية مكية يعني وهنا طبعاً برنامج إحصاء القرآن يعني أنا إذا قمت بعرض السور وبحثت عن سورة النبأ طبعاً ستجدها السورة رقم السورة رقم توقع اللهم صلي على سيدنا محمد 78 هذه السورة ترتيب نزولها ثمانون طبعاً سأعرض لكم أيها الأحبة لأحبة في الله سأعرض عليهم البرنامج لنرى أن هذه السورة سورة مكية نزلت في مكة يعني لا ينبغي أي شيء أن نقول يدل على كذا أو كذا قبل أن ننظر إلى الآيات عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون طيب اليوم هناك خلاف فعلاً بين المذاهب الإسلامية حول مواضيع معينة لا أحب أنا أن أخوض فيها ولكن هذه الآية نزلت في مكة المكرمة هناك نبأ اختلف عليه الناس في مكة قبل موضوع المواضيع التي حصلت فيما بعد فالنبأ العظيم يعني لو قلنا القرآن ممكن يوم القيامة ممكن البعث ممكن أما تقول الإمام علي مثلاً طيب أين وجهة النظر هنا فإذاً هذا ليس تفسيراً باطناً أو كذا هذا تفسير أنا أعتبره انحرف عن اللغة العربية وعن المنطق وعن سياق النص القرآني وبالتالي مثل هذه التفاسير أنا أنصح بالابتعاد عنها الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون فيجب أن نفهم القرآن باللغة العربية فإن أعجب أن ننسا قرآناً ترجمة نانسي قنقر شكرا